ازايكوا عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة فعالة جدا هالات السودا هتخلصك منها نهائيا خلال 15 يوم هتلاقي هالات السودا اختفت وكمان خطوط الرفية حولين العين هتبدأ تتفرد معاكي وتحس ان انت عاملة حقن ميزو شربي بس طبيعي 100% تعالوا نشوف الوصفة دي هنعملها ازاي؟ انا معاك ورانيا بحطب خصائية العنايب البشرة والشعر والجسم ايلا نبدأ وصفتها ونشوف ان نعملها ازاي في 5 دقائق هنعمل وصفتنا النهاردة بمكوينين فقط معانا قهوة وزيت زيتون اول حاجة هناخدها معلقة قهوة صغيرة صغيرة خلص مش عايزين معلقة كبيرة ومعانا زيت زيتون يعني ومعدل برضو نص معلقة بس يخفف لي قوام شوية ويخليه كريم شوية شان يبقى ماسك معايا وهنقلبها بايز جدا شايفين؟ كده انا عندي المسك جاهز ما خدش مني 5 دقائق مكوينين فقط عملتي وصفة جبارة جدا لعلاج لهالات السودا دلوقتي الوصفة معايا جاهزة هنستخدمها ازاي؟ هنحطها قبل ما نعمل تحت العين لمدة ساعة بس اهم حاجة بنكون منظفين بشرتنا كويس جدا جدا مفيش اي ميكاب على البشرة علشان خاطر نعملي تفتيح للمسام فهنجيب عندي المسك هنحط حوالين العين بالراحة تجيب دائري بالراحة جدا بعد كده هنسيبها المدة ساعة لو احنا مساعدين ننام متأخرين ممكن ايه نخليها نصف ساعة مش اقل من كده لو استمرتي عليها المدة عشر تيام او اقل كمان هتلاقي معاك النتيجة سريعة جدا ليه بقى احنا عاملين وصفة خفيفة بس جبارة عاملنا مكونين فقط لان الكافين اللي في القهوة عالي جدا بيعالج اي اسمرار تحت العين وكمان مضادات الاكسادة عالية جدا في القهوة فبالتالي نتيجتها سريعة جدا معايا وطبعا عندي فواية زيت الزيتون قوية جدا في ترتيب البشرة بتفتيح اي اسمرار تحت العين كلف البشرة النمش لان زيت الزيتون فيه برضو مضادات اكسادة عالية فيه كمية من الفيتامين عالية جدا فبتحس ان بفعوله سريع وكمان خفيفة على البشرة ميه بيسد المسام فبالتالي هيكون معايا اتنين مكون قوي جدا في علاج اهلات السودا وكمان علاج اي مطوط رفيع حواليه من العين هستنىكوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه اكتبوا لي رأيكم في الكمنتات اشكوا في وصفة جديدة على خير ان شاء الله